نهاردة في اجتماع مجلس الوزراء والتي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي ويتكلم سيد سامح شوكري أمام مجلس الوزراء وأحاط المجلس علمي بالتطورات ملف سد النهضة وقال أن جلسة مجلس الأمن لمنقش الطلب مصدر بفتح النقاش حول هذا الموضوع يعد تطورا مهما في مصدر الملف وشارة وزير خارجية إلى أن مصدر قدمت لمجلس الأمن بمشروع القرار حول سد النهضة وأتكلم سامح شوكري برضو لقناة العربية وقال خلال ملء وتشغيل سد النهضة يعني أحذر من جفاف شديد ممكن يصيب مصر وقال سيد سامح شوكري أنه سيكون هناك أثر سلبي كبير لملء خزان السد على دولتائي المصب وأنه من الوارد التعرض لسنوات الجفاف أو سنوات من الجفاف الشديد وسنوات شحيحة في الموارد المائية سواء كان في فترة الملء أو فترة التشغيل وقال سامح شوكري بننتظر أن تقوم جنوب إفريقيا بدورها خلال هذه المرحلة ورفض سامح شوكري أنه يتهم أحد بالانحياز وقال أنه إحنا عايزين نصل إلى حل وإحنا أصحابها تكلم كلام كويس جدا يعني سيد سامح شوكري وزير الخارج